بعد النجاح الذي عرفته المرحلة الأولى من الجامعة الصيفية بيقادير تنظم بالعيون المرحلة الثانية من الدورة السادسة للجامعة الصيفية لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال صناعة الطيران الذي يمتد من فاتح يوليوز إلى غاية السادس من الشهر ذاته المزيد من التفاصيل مع المتدرب أميما لبك المختار خي كفاءات المغربية من هنا وهناك جميعا للمساهمة في تطوير مهارات عالية في مجال صناعة الطيران بالمغرب هو الشعار الذي خصص للدورة السادسة للجامعة الصيفية لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال صناعة الطيران سكيل أب والتي تهدف إلى نقل خبرات عالمية للطلاب والأساتذاء الباحثين والمهندسين والتقنيين كما الأطر والمقاولين المغاربة الراغبين في تعميق معارفهم في مختلف مجالات صناعة الطيران بالمغرب هذه التجربة التي تتبين أن تعبئة الكفاءات المغربية الخارج هو منظومة التي فيها مشاركة تدخل العدد المتدخلين مثلا في هذه التجربة من جهة كائن الجامعة وكائن الكفاءات المغربية الخارج كائن كذلك وزارة الصناعة والمتجارة كائن وزارة التعليم العالي والمجلس الجانب العالي يقوم بالتعبئة والكاتاليزة هذا المنظوم هذه وزارة هذه التجربة القيمة والتي تمت عبر مرحلتين سعيد لتواجد هنا ضمن أشغال النسخة السادسة من هذه الجامعة الصيفية التي كانت بدايتها في أقادير ونحن هنا نعزز علاقات التعاون مع المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون من خلال الخبراء بين مؤسساتنا من أجل تطوير المعرفة في مجال الطيران تميزت النسخة السادسة من هذه التظاهر بمشاركة عشرين خبيرا والذين يعملون في شركات ومؤسسات بحثية وجامعية في كل من كندا الولايات المتحدة، الإمارات المتحدة العربية، فرنسا والمغرب إضافة إلى خبراء وباحثين محليين نحن اليوم نتواجد بجاهة العيون السقية الحمراء لكي نشاركوا في هذا الحدث المتميز والذي يجمع جمعة من الواحثين والخبراء لجونا من دول الولايات المتحدة، الأمريكية وكندا وبشاركة مع مجموعة من الفاعلين مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومغاربة العالم إضافة إلى مجموعة من الممتلين دي القطاع الحكومية نحن مفاخورين بشأننا نشاركوا في هذه التظاهرة لفيها استفادة للطلبة دي لهاد الجهة هذا المشروع يعد جزءا من الفاعلين الجهد المبذولي لنكون قادرين على منح المغرب الرؤية والخبرة لمساعدة البلاد على النمو بشكل مستدام وأيضا من خلال التعليم وتدخلاتنا الجامعية نحن قادرون على منح الطلبة كما الأساتذ المحليين منظور دولي والذي سيسمح لهم بعد ذلك باستخدام ذلك في سوق الشغل من أجل تطور البلاد برنامج الجامعة الصيفية يضم 30 محاضرة 11 ورشة عمل و 80 ساعة من جلسة التدريب والتوجيه ويروم إلى الإسهام بإيجابية في الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال صناعة طيران من خلال خلق فضاءات للتكوين والتعاون وتبادل الخبرات بين الكفاءات المغربية داخل الوطن وخارجه اشتركوا في القناة